مرحباً يا رباً ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته لنهي نفسنا نتواجهة الانجليش أهلاً بكو عزانيا مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة في معانا انجليش كورس وبالتحديد النهاردة الحلقة التالتة طبعاً احنا في الحلقات الماضية كنا نعيشنا مجموعة من الروز سواء جراماتيكا رولز أو برانانسيشن رولز وكنا اخدنا بعضك سوبراشنز واخدنا كتير من التعبيرات والقواعد النهاردة في البداية طبعاً هنراجع الحاجات دي النهاردة هنراجع الحاجات دي النهاردة معاكم في بداية الحلقة وبعد كده هننتقل للجزء الجديد معنا طبعاً احنا كنا إن كلمنا عن الفورمز بتاعة verb to be أشكال verb to be وقلنا verb to be في المضارع هو بداية verb to be اللي هو فعل الكينونة قلنا إنه له ثلاثة أشكال في المضارع اللي هم am و is و are وقلنا إن am بتيجي مع ضمير i و is بتيجي مع الضمائر they, he, she, it والمفرد و are بتيجي مع الضمائر they, we, you والجمع فأنا ممكن أقول مثلاً I am, I'm busy today أنا مجغول النهاردة he is, is جات مع he و she, it والمفرد he is busy today وهكذا they are busy today قلنا بننفي verb to be بإضافة not بعد am or is or و قلنا إن إحنا بنبتدي بـ verb to be في حالة الـ question يعني أنا ممكن أقول مثلاً am I late, am I ممكن أقول is he late today, is she late today, are they late, are they Egyptians و هكذا و لازم ناخد بالنا زي ما احنا قلنا قبل كده إن إحنا في حاجة اسمها intonation اللي هي نبرة الكلام لازم ندي كل يعني شكل من أشكال الكلام النبرة بتاعته لأن إحنا قلنا إني intonation is a part of the language هي جزء من اللغة هي بتحدد أنا بقول إيه ممكن أقول مثلاً thank you ممكن أقولها بأكثر من شكل أو أنا ممتن الحد فأنا ممكن أقوله thank you ولو أنا مثلاً إذا قال من حد ممكن كلمة thank you ممكن تستخدم لها نبرة مختلفة حد بيأطعك في الكلام فأنت عايز تقوله يعني خلاص stop interrupting me فتقوله thank you فالإنتونation أو نبرة الكلام مهمة جداً وتعتبر a part of the language طيب أخذنا كمان أني في عندنا مجموعة من التايتلز بنستخدمها mister و miss وقلنا أني miss طبعاً for unmarried females للستات اللي مش متجوزة miss miss Sally اللي هي miss s وفي عندنا mrs miss ودي for married females للسيدات اللي هي متجوزة or unmarried females وفي عندنا miss اللي هي mrs ودي طبعاً for married or unmarried females للستات المتجوزة أو مش متجوزة حدك if you do not know لو أنت مش عارف if a woman is married or not فأنت حدك ساعتها تستخدم مز لو أنت مش عارف الستة دي متجوزة أو لا فأنت تستخدم طيب طبعاً ها عارفين أني master for married or unmarried males للذكور اللي هما متجوزين أو غير متزوجين اللي هي mister اللي هي mr أخذنا كمان أن في مجموعة من التعبيرات ممكن استخدمها if i am in if i am in a restaurant لو أنا في مطعم مثلاً or a cafe فمثلاً لو أنا في مطعم أو في كافي في بيجيلي الويتر أو الويترس الجرسون ويتر وويترس جرسونة وممكن يقول لي may i take your order may i take your order أو are you ready to order فأنا ممكن أقول له مثلاً i'd like هل أنت جهز بالطلب فأنا بقول له i'd like chicken مثلا i'd like ما بقولوش i like وقلنا أن like تعبير عام أو like بتعبر عن general feeling تعبير عام فأنا مثلاً ممكن أقول i'd like pizza أنا بحب البيتزا لكن ما ينفعش أكون في المطعم ويجيلي الجرسون ويقول لي عايز تطلب ايه فأقول له i'd like pizza أنا بحب عموماً البيتزا لا أنت هتقول له i'd like pizza لأن would like بتعبر عن feeling or your feeling in a specific situation في موقف معين فأنا بقول i'd like يعني your feeling in a specific situation يعني شعورك في موقف معين أنا حابب دلوقت بيتزا فI'd like pizza I'd like pizza وعرفنا أن like و love كلمتين بتستخدم الاتنين بيستخدموا أو فعالين بيستخدموا مع الأشخاص والأشياء عادي جداً ممكن أقول I like مثلاً Sally أو I love Sally ممكن أقول I like pizza أو I love pizza ولكن الفرق هنا في قوة البرب اللي هو love love أقوى في التعبير عن like فدي مجموعة من الحاجات اخذنا مجموعة من الأرقام النهاردة ها ناخد numbers الأرقام from 11 to 100 تعالوا نشوف كده مع بعض الأرقام اللي معنا بيقولينا numbers from 11 to 100 الأرقام عندنا من 11 to 100 أول رقم معنا 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 قلنا إن ال-GH-فوست الكلام بتبقى silent ال-GH-فوست الكلام بتبقى silent ما بنتقلش ال-GH-فوست الكلام لكن بيختلف طبعاً نطقها في أول الكلام وفي آخر الكلام بتبقى كتير F زي enough و rough وهكذا طيب في عندنا بعد كده بعد 18 19 19 19 19 20 أو 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23 30 هنكم العادي 24, 25, 26 وكذا 30 30 وفي الامريكان انجليش بنتقى التيدة فبيقوله 30 30 33 33 33 33 40 40 وفي الامريكان انجليش بيقوله 40 44 ما 44 50 50 55 55 60 60 70 70 70 70 70 80 80 90 99 100 او 800 طيب احنا لازم نبقى عارفين انه يعني في مجموعة من الارقام اللي هما from 13 to 19 لو احنا بصنا على الارقام من 13 لغاية 19 هنلاحظ ملاحظة يعني غريبة شوي انه هذه الارقام بتنتهي بتنتهي بالمقطع تين اللي هو تي اي اي ان تين وعشان كده سمينا الناس اللي هما عمرهم يتراوح ما بين 13 ل 19 سميناهم تين اجرز تين اجرز تين اجرز اللي هما المراهقين ولكjan Cream اللي بيتراوح عمرهم from 13 ل 19 فلولاحظنا نلاقي انهما كلهم بينتهم تين 13 14 15 16 17 18 19 اوك طيب عشان كده سميناهم تين تين اي Дж تين ايجرز تين ايجرز اللي هما المراهقين وتينيج اللي هو سن المراهقة وحيانا بنختصرها ونقول تينز اللي هما المراهقين طيب تعالوا احنا نشوف بعد كده بعد الأرقام فيه طبعا معانا حاجات تانية تعالوا احنا نشوف ايه معانا الساعة طبعا احنا الأرقام هتفيدني في حاجات كتير ان ما حد يسألني اقول لي عمرك قد ايه فأنت ممكن تقول له مثلا مثلا ثلاثين مثلا ثلاثين مثلا ثلاثي فايف وهكذا تلين دا تايم تلين دا تايم ازاي احنا ممكن نسأل عن الوقت طبعا عشان اسأل على الوقت في مجموعة من الاسئلة باعرفها ايه هي الاسئلة اللي انا ممكن استخدمها للسؤال عن الوقت الاول تعالوا احنا نكتب الاسئلة مع بعض اللي هي انا بستخدمها لما يجي يعني اسأل على الوقت تعالوا نشوف كده ايه هي الاسئلة ممكن نقول what's the time what's the time تمام ممكن اقول what time what time is it what time is it وفيه كمان عندنا do you have the time بس do you have the time ذي سؤال يعني common in America يعني it is American يبقى فيه الامريكان انجليش منستخدم او كتير قوي من الامريكان بيستخدموا السؤال اللي هو الاخير do you have the time وطبعا الاجابة على هذا السؤال ما تبقاش yes i have او yes i do طبعا انا do you have the time معناها الساعة كان يبقى ايها تقوله مثلا it's مثلا quarter past nine مثلا it's quarter past nine فأنا لازم أبععرف انه دا common في امريكان يبقى انا سواء سألت قلت do you have the time او قلت what time is it what's the time or what time is it او do you have the time فلازم أبععرف انه دا اسئلة عن الوقت طيب انا دلاتي عندنا في عندنا two ways to tell the time عندنا طريقتين to tell the time للإخبار عن الوقت في طريقة digital نسميها digital وفي طريقة ordinary الطريقة digital والطريقة ordinary طبعا الطريقتين يعني يمكن digital سهلة شوية انا جسد ان انا بقرأ الارقام بعمل شوف ايه هي digital ويهي ordinary ونكتبهم الاثنين مع بعض في عندنا two ways في عندنا digital way وفي عندنا ordinary تمام طبعا digital اللي هي طريقة رقمية ordinary اللي هي الطريقة العادية في digital انا مثلا عندي الساعة بالشكل ده كل اللي انا هعمله ان انا بقرأ عادي جدا من ناحية اليسار بقول 330 330 يبقى بالطريقة digital هقول 330 يبقى كل اللي انا بعمله في الطريقة digital انا بقرأ الارقام ودي الطريقة الرقمية دي الطريقة الرقمية تعالوا في الطريقة اللي هي الاردينيري الطريقة العادية لو انا عندي نفس الساعة بالشكل ده اللي هي d 33 d في الطريقة الاردينيري لا انا في الطريقة الاردينيري هستخدم مجموعة من الكلمات اللي هي half واللي هي quarter وبننتها quarter و عندنا past أو past وعندنا two طبعا half اللي هي نص لما تكون الساعة 30 دقيقة يبدا كده هقول half اللي هو ايه اللي هو نص يعني لما تكون الساعة 15 دقيقة إلا أو 15 دقيقة و أو إلا طبعا 15 دقيقة ده يعني ربع يبقى half نص quarter ربع past يعني و past بتساوي after ودي معناها و to معناها إلا أوكي دول اللي هم المجموعة الكلمات اللي أنا استخدمهم في الطريقة الاردينيري طب تعالوا دلوقتي أنا هقول الساعة بالطريقة الاردينيري ساعة دلوقتي 3 و نص أقولها إزاي اللي لو أنا عايز أقول الساعة بالطريقة الاردينيري هقولكم على طريقة بسيطة جدا أن أنتم ممكن تقولوا بها الساعة الأول الأول أقولها باللغة باللغة العربية هتقولها إزاي باللغة العربية 3 3 و نص ده باللغة العربية أنت بدأت باللغة العربية من ناحية الإيه من ناحية اليمين زي ما احنا متعودين 3 و نص لا باللغة الإنجليزية مش هنقولها بالشكل ده هنقولها من اليسار نحن عارفين متعودين لللغة الإنجليزية من اليسار فتعالوا احنا نبتدي من اليسار اللي هو من عند النصف معقول هنبتدي من عند النصف آه يبقى هنقول it's a it's half نص يعني half we اللي هو past و 3 يعني 3 يبقى أنا كده قلت الساعة بتاعتي بالطريقة الا بالطريقة الا ordinary بالطريقة العادية عملتها ازاي بالطريقة العادية قلت بالعربي في دماغي الساعة لو أنا حد سألني على الساعة بالعربي هقوله الساعة 3 و نصف 3 و نصف تعالوا احنا ده الكلام بالعربي بدأت بتلات بالإنجليز بيبقى من الشمال طب الشمال عندنا نصف نصف هنبتدي بنصف آه نبتدي بنصف نصف ده اللي هو هاف وبعدين بعد النص و اللي هو باست وبعد و تلاتة اللي هي 3 خلاص يبقى انا قلت هنا 3 و نصف ترجمتها ايه هاف هاف باست 3 هاف باست ايه 3 هاف باست ايه 3 يبقى دي الطريقة ال ordinary تعالوا ناخد more examples مثلة يعني اكثر شوية لو انا عندي الساعة دلوقتي 3 3 و 5 تمام و عندنا 3 5 و 4 و عندنا كمان 3 و 15 دي و عندنا كمان 3 و 20 دي تعالوا نشوف الساعات دي هنقولها ازاي اولا هنقول كل ساعة بالطريقة تين digital و ordinary طبعا الطريقة digital هنقول 3 بننتقى كل حاجة 3 0 5 دي احنا نطقنا حتى 0 اه بننتقى و بننتقى و في الغلب يبقى 3 0 5 دي طريقة digital وطريقة سهلة جدا تعالوا نشوف اللي بعدها 3 45 دي طريقة digital سهلة جدا 3 15 3 20 دي طريقة digital سهلة تعالوا نشوف الطريقة ال ordinary طريقة ال ordinary دي هنقولها ازاي 3 و 5 صح 3 و 5 بدأت من هنا 3 و 5 لا بالانجلش بقى يبقى العكس سنبتدى بالخمسة اللي هي 5 يبقى هنقول 5 ايه بقى و اللي هي ايه و اللي هي past 5 past تلاتة اللي هي ايه 3 يبقى 5 past ايه 3 5 past 3 طريقة نشوف اللي بعدها دي لو هنقولها بالعربي هنقول الساعة كام 4 الا ربع صح 4 الا ربع 4 الا ربع طب نكتبها 4 الا ربع 4 ال ربع ده ده بالإيه بالعربي بالإنجليش بقى هتبقى ماشية ازاي بالإنجليش هنبتدي من الآخر العكس يعني ربع ده اللي هو ايه كنا لسه قيلين من شوية quarter مش quarter 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 الا اللي هو ايه 2 quarter 2 4 quarter 2 ايه quarter 2 4 طيب حلو جدا يبقى كده دي ايه 3 45 او 4 ال ربع تبتعال احنا نشوف الساعة دلوقتي 3 15 اللي هي ايه لو حد سأل مش هقوله 3 وربع صح 3 وربع دي هتقال ازاي 3 وربع هنقول نكتبها الاول بالعربي 3 وربع 3 وربع ده كده بدأنا بالعربي هو الانجليش هيكون العكس نبتدي بالربع اللي هو ايه quarter وي اللي هي ايه past و3 اللي هي ايه three quarter past ايه three طيب حلو جدا تعالوا هنشوف اخر حاجة بقى دي ساعة 23 دي ايه حدا يقول انا هقولها 3 و3 بالانجليش يعني ايه اه tilt بس طبعا في الساعة ما بنقولش كده ما هو common في الساعة ان احنا بنقول طبعا اللي قلتها digital اقول 3 20 أو 320 تمام 320 طيب لكن انا هقولها بالاردينري هقول 3 و tilt صح 3 و3 بس التلت في 20 20 و اللي هي past و 3 اللي هي 3 حسنا حلو جدا طبعا احنا عارفين ان الساعة ممكن تبقى في عندنا AM و PM AM طبعا صباحا وده اختصار ل anti meridian يبقى AM صباحا وده اختصار لكلمة اسمها anti meridian نكتبها مع بعض برضو و PM دي مساء وده طبعا اختصار ل post meridian يبقى عندنا anti meridian A anti anti meridian دي اختصار بتاعة AM وفي عندنا post meridian وده اختصار لكلمة وده الاختصار بتاعة PM اوكي فانتي meridian و post meridian نحفظهم ونعرفهم طيب في عندنا الساعة ممكن تبقى AM أو PM طيب انا ممكن اقول اتمت 5 AM ساعة خمسة صباحا طبعا لو الساعة بالزبط هاول ات 5 و اه اه 5 و الساعة خمسة بالضبط تعالوا احنا نكتبها و وممكن نقول on the dot وممكن اقول sharp يبقى ممكن اقول يعني لو الساعة بالوقتي خمسة اهو فانا هقول it's 5 a it's 5 a it's 5 o clock او او it's 5 sharp او it's 5 on the dot on the dot كل دي تعبيرات ممكن طبعا it's 5 am او pm am او pm وطبعا في عندنا الساعة 12 الظهر دي طبعا بداية pm الساعة 12 الظهر دي بداية pm حتى لو انا قلت 12 pm يبقى الساعة 12 الظهر ممكن نقول ها بطرية تانية على فكرة it's noon it's noon اللي هي n-o o-n يعني الساعة 12 بالظبط الظهر يعني الساعة 12 الظهر بالظبط بنقول it's noon it's يبقى دي الساعة كده 12 صباحا يبقى it's 12 am وممكن نقولها بطرية تانية خالص من غير 12 اي حاجة اقول it's midnight it's midnight منتصف الليل يبقى it's midnight يعني الساعة 12 صباحا يعني 12 منتصف الليل نقول عليها 12 am 12 am ده اللي هو it's midnight it's 12 pm اللي هي 12 الظهر يبقى it's noon n-o-o-n اوكي يعني لحد قال it's noon يبقى 12 الظهر وقال it's midnight يبقى 12 بالليل ده كل ما هو اللي علاقة بالساعة نعرف ان do you have the time مش هل معاك ساعة لا هل الساعة كم يعني بس ألك الساعة كم الساعة يبقى do you have the time تعبير امريكا او سؤال امريكي معنا كم الساعة تعالوا احنا نشوف كده الساعات اللي معنا اول ساعة معنا بيقول لنا طبعا الساعة دلوقتي تسعة وربع يبقى هنقول ايه it's 9 15 دار الطريقة ال لو انا هقول ها بالطريقة ال يقول it's quarter past 9 quarter past 9 تعالي نشوف اللي بعدها بيقول لنا it's 11 25 يبقى اخدوا بالكم ان الساعة لغاية 30 دي كل ده بنقول past بعد 30 دي بنقول two على طول ساعة دلوقتي واحدة 45 يبقى it's 1 it's 1 45 it's 1 45 او ممكن اقول بطريقة ال ordinary ممكن اقول it's quarter to two من الا ربا quarter to two وهنا it's 12 o'clock ساعة 12 ممكن تبقى 12 am او 12 pm ممكن اقول 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 it's 12 midnight ولو هي pm it's noon it's a noon ده بالنسبة لل الساعات اللي معنا تعالوا احنا نشوف حكايات تانية بيقولينا focusing on language what would you like طبعا احنا لسه اعيلين او لسه كنا بنراجع معاكم انا لما حد بيسألني عن رغبتي في اي دل وقت عن رغبتي دل وقت بيسألني بيقول what would you like what would you like to have what would you like to drink what would you like to like مش هيقولي what do you like لو قال what do you like بماذا تحب بشكل عام like لو قال what do you like بماذا تحب بشكل عام شعور عام لكن what would you like ترغب في اي i would like ممكن اختصر اقول i'd like i'd like a glass of oranges glass of كوب من glass يعني كوب و glass زجاج طبعا هي لو اخدت الاداء ا او اجمعت يعني لو تعملت معها ان هي كلمة تعد فهي كوب من الزجاج لو تعملت معها على ان هي مادة خام يبقى دي زجاج و glass is not dada يبقى i would like i'd like a glass يبقى كوب من الزجاج a glass of oranges طبعي ممكن اقول i'd طيب he he would like he would like مثلا fish and chips fish and chips سمك و chips اللي ي الف french fries في عندنا كمان she she تاخد would like عادي she would like a glass of water ونقول glass of كوب من الزجاج من الماء water 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 طبعا هنا في البرتش english ما بننطعش l-r بننطعها شواء water computer لكن في الامريكان english بنقول water 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 وممكن نقول computer the british english computer لكن الامريكان هيقول computer وهكذا we would like two small pizzas two small pizzas وهنا جمعنا pizza we ما هو شائع دلوقتي ان كتير من الكلمات ممكن اجمعها وده طبعا في informal english يعني ممكن اقول مثلا two coffees ده فين ده في informal english لو انا اعاد على الاهوة ممكن اقول اتنين اتنين قهوة من فضلك two teas وهكذا طبعا ممكن اقول طبعا كلمة hair لا تجمع لكن لو انا معايش عرا في شعرية وعواقع على العرض فممكن اقول a hair عادي جدا a hair in my eye two hairs on the floor وهكذا وده طبعا حاجات not common يعني a small pizza او two small pizzas اي سلد سلد هنا معناها ايه معناها a plate او a dish of salad طيب هنا بابي اقول would you like a cup of tea would you like a cup of tea هل ترغب في cup of tea فشوفوا هنا رد ال a قالوا yes please قالوا yes قالوا yes please نعم من فضل اوكي طيب هنا would you like a piece of cake no thank you شكرا a piece of يعني قطع من what would you like تحب ايه قالوا we we'd like اختصر would عادي جدا we'd like some ice cream وبننت ice cream we'd like some ice cream some يعني بعض some ice cream we'd like some ice cream طيب طيب طيبو هنا بعد كده بيقول لنا انو ممكن اسأل بالشكل ده what kind of what kind of معناها ما نوع what kind of معناها ما نوع what would you like would you like apple pie would you like apple pie تحب فتيرة فتيرة التفاة apple pie و pie يعني فتيرة فعله no thank you قالوا no thank you oh no thanks what kind of what kind of pie would you like انو الفتيرة what kind of pie what kind of ما نوع كذا what kind of pie would you like قالوا I'd like chocolate cream pie I'd like chocolate cream pie فحب chocolate cream pie فتيرة الشوكولاتة طيب what would you like would you like some juice هل ترغب في بعض العصير yes please نعم من فضلك what kind of juice would you like قالوا I'd like some apple juice I'd like some apple juice أرغب في بعض عصير الأبل التفاح طيب حلو جدا جدا يبقى أنا عرفت دلوقتي أنه أنا ممكن أستخدم الكلمة كصفة إن أنا أضعها حتى كتير من نونز ممكن أستخدمه كصفات أو يقوم بعمل الصفة فإن أنا أحطه بس قبل الإيه قبل الإسم اللي عندي اللي أنا مثلا ساندويتش ده إسم طب عايز أقول الساندويتش بيض يبقى big ساندويتش طب ساندويتش جيبنا حط cheese الأول إيه بقى cheese ساندويتش chocolate مثلا pie chocolate cream pie وهكذا خلاص فأنا أحط الإسم قبل الإسم لنا طبعا هي الصفة المفروض نحط الصفة قبل الإسم طب أنا دلوقتي عايز أستخدم الكلمة اللي معايا دي وربما تكون نون أستخدمها كصفة فحطها قبل الإسم الموصوف اللي هو الساندويتش فقلت egg ساندويتش ساندويتش بيض طب ليه هنا قال لي an apple وليه قال لي a banana a banana وليه an apple طبعا احنا عارفين انه في حاجة اسمها definite and indefinite articles في اللغة العربية احنا عندنا في حاجة اسمها تعريف وتنكير اللغة العربية عندنا ال اللي هي بيسويها باللغة الإنجليزية ذا يبقى ال كذا المسلا المدرخ يبقى the teacher الطبيب the doctor المثلا كتاب the book يبقى ذا حطتها قبل اي اسم انا عايز اعرفه ده في اللغة الإنجليزية ذا ذا مالهاش اي شروط تيجي قبل اي اسم مفرد او مفرد يجمع يتعد او ما يتعدش لكن للتنكير في اللغة العربية بنسيب الاسم زي ما هو يعني ممكن اقولك مثلا طبيب نكره نكرته ما ضفتش حاجة لكن في اللغة الإنجليزية لا برضو بضيف للطبيب حاجة لو هنكره لو هعرف حط ذا لو هنكره برضو هضيف له حاجة ايه هي الحاجة اللي هضيفها للطبيب عشان ننكره قال لنا للتنكير فعندنا عادتين للتنكير اه وان وممكن نسيب الاسم زي ما هو بدون اضافات يبقى للتنكير عندنا ثلاث اختيارات تعالوا نكتبهم كده سريعا مع بعض يبقى للتنكير عندنا طبعا ده بنسميها definite articles definite articles اللي هي ادوات اداة التعريف definite articles اللي هي that طبعا لو هتطلعها in هتطلعها in هتبقى اداة تنكير يبقى definite articles ادوات definite articles لأدات التعريف هتطلع in يبقى اداة ايه ادوات التنكير التنكير اداة التنكير عندنا an وan وممكن اصيب الاسم بدون اي اداة خالص تتنكير انا عشان انكر عندي ثلاث حالات او ثلاث اختيارات يا اما حط اي اما حط اان يا ام يا اا يا مفيش خالص طيب ام ام بتيجي انت قالنا قبل اي اسم مفرد يتعد بدء بمتحرك الاسم اللي عندي يكون ايه يكون اسم مفرد يعد بدء بايه بمتحرك بدء بمتحرك هنا ا قالنا قبل ايه اسم مفرد يعد بدء بايه بساكن ما حطش امتا لو اللي عندي فقد اي شرط من الشروط اللي معي يبقى لازم فيه عندي اسم مفرد يعد وبدء بمتحرك او اسم مفرد يعد بدء بساكن لو هو اللي عندي طبعا جمع لو جمع مش هحط حاجة لو هو لا يعد برضو مش هحط يبقى امتا ما حطش اداة لو الاسم اللي عندي جمع او لا يعد طيب احط اداة النكرة طبعا لو عايز انكر طبعا بشوف لو هو اسم مفرد يعد بدء بمتحرك بحط لقان بدء بساكن بحط لقان طب ناخد مثال مثلا عندنا كلمة ابل هي اسم اه اسم مفرد اه مفرد قلتش ابل بدء بايه بتتعدى طب الاول اه بتتعدى بدء بمتحرك ولا ساكن بدء متحركة بتاخد ان طبعا احنا عارفين المتحرك الحروف المتحركة اللي هما مين اللي هما الاو والاي 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 واليو دي الحروف المتحركة اللي عمت طيب تعال نشوف مثال كمان كلمة مثلا كومبيوتر اسم اه اسم مفرد مفرد يتعد يتعد بدء بايه بدء بساكن باياخد ايه ياخد اه طيب تعالوا احنا ناخد كلمة كمان او ناخد نفس الكلمة كلمة كومبيوتر بس انضف لها اس الجامعة الكلمة دي ايه اسم اه اسم مفرد لا دي جامعة يبقى ما تاخدش حاجة خالص تمام يبقى دي الوقت لازم اخد بالي اننا لو هعرف يبقى بحط ذا ودي بنسميها دفنت اعتكل هي اداة تعريف واحدة لو هنكر يبقى عندي ثلاثة حلول ا و ا لو الاسم اللي عندي مفرد يعاند اسم مفرد لو بدء بساكن احط ا لو بدء متحرك احط ان طب فقط شرط من الشروط دي الاسم اللي عندي جامع مثلا يبقى ما نحطلوش لا يعد ما بيتعدش بقى ما نحطلوش برضه طيب هفكركم بحاجه او اعرفكم حاجه بسيطه جدا تفكركم بموضوع أو an معناها في الانجليش one يعني انا مثلا لو قلتلك مثلا a book يبقى one book a computer يبقى one computer واحد بس فما ينفعش اقول a computers ما ينفعش يبقى ا ما تجيش مع الجامع هو an زيها ما ينفعش اقول an apples an apples ما ينفعش an apple an elephant طيب لو الاسم اللي عندي لا يعد زي مثلا مثلا cream cream ينفع اقول a cream فعش ينفع اقول a water ما ينفعش a water ما ينفعش ينفع اقول an oil زيتايا ما ينفعش في بقى لازم الاسم يكون اسم مفرد يعد عشان احط له اداة نكرة سوف ترجمة نانسي قتل يا بكم شكرا